فضل من الله وصول جميع المشاركين من أطقام جوية فنية ومساندة للمشاركة في تمرين العالم العام للمرة الثانية هذا العامة تسقط طائرة مقتلة من نواء F-15 SA سعودية تساؤلة عديدة عن سبب السقطة أمير سعودية رحمه الله كان من بين سقور الطائرة وزارة الدفاع تعلن على تويتر بيان سقوط طائرة مقتلة من نوع F-15 SA اثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقامها الجوية المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الروكن تورك المالكي قال ان حدث سقوط الطائرة وقع عند الساعة الثاني عشر ظهرا وخمسين دقيقة من الخميس السابع من ديسمبر وذلك اثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وبين العميد الركن المالكي ان لجنة تحقيق بشرت مهمها لمعرفة تفاصيل اسباب الحادث والذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوية سائلنا المولى عز وجل ان يتقبلهما من الشهداء الابرار وان يلهم اهلهما الصبر والسلوان ومن بين هؤلاء الطيارين هناك امير صعودية المقدم طيار ركن طلال بن عبدالعزيز بن البندر السعود رحمه الله والمقدم طيار ركن ماجد مطر الاعتيب رحمه الله تساؤلة عديدة عن اسباب سقوط الطائرة وخصوصا انها ليست المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة سعودية متقدمة ومتطورة مثل F-15SA في ظروف غير واضحة يقول احد المعلقين الطائرة سقطت كثيرا فما سبب الخلل ورحم الله الشهداء وبينما قدم معظم السعوديين التعازي في وفاة الشهدين رحمهم الله فان هناك مجموعة اخرى من السعوديين تساءلون عن هذه الطائرة الحديثة الـ F-15SA التي هي احدث نسخة من الـ F-15 والتي توجد في الخدمة في المملكة العربية السعودية وغرفت نجاحا منقطعا نظيرة وتم تفضيلها على مجموعة من الطائرات المتقدمات الأخرى وتساءلوا كيف تسقط طائرتين في نفس العام وبنفس الطريقة تقريبا بعض المتخصصين قالوا أن هذه الثاني طائرة F-15SA تسقط هذه السنة وبنفس السيناريو أي طاقمها أي أن طاقمها لم يفتح المظلات ويبدو أنهم كانوا بمهم تدريبية تحاكي تنفيذ مهمة على ارتفاع جوي منخفض جدا من الأرض وبالتالي أثناء سقوط الطائرة لم يكن هناك وقت لفتح المظلات قال معلق إن لله وإن إليه راجعون أحسن الله عزاءنا جميعا في وفاة الطيارين وتقبلهم الله من الشهداء من بعد تطوير المقاتلات F-15SA أي منذ العام 2017 وحوادثها حوادث ارتفاعها ارتفع بشكل ملحوظ لا أعلم هل هناك خلل في التحديثات الجديدة أم أن هناك أسباب أخرى حتى خروج الطيارين كالعادة بسلامة لم ينجح للمرة الثانية على التوالي الأمير المتوفى رحمه الله هو من عائلته السعودة وهو شقيق قائد القوات الجوية الحالية وهذا الأمير رحمه الله متزوج من حفيدة الملك سلمان بنت الأمير أحمد بن سلمان رحمه الله ونختتم بتعليق نايف بن عيف الذي قال الله يرحمهم ويغفر له متوقع هذا ثاني سقوط خلال أشهر طائرة من نفس القاعدة خلال أمهم تدريبية وبنفس السيناريو تحطم بدون تمكن الطيارين من القفز صراحة ما أدري ويش سيناريو التدريب هذا لكن الموضوع يحتاج وقف خاصة كل التحطمات الأخيرة لم يقفز وينجو أي من الطيارين